السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد اليوم عنا مشروع ناجح بقوماش البوليبوند او قوماش القفريت هنستحقو هنبين خدمو ساكن نحتاجو خمسين ربعين سنتيم عرض على خمسين سنتيم طول هنا راح مثني معناتها ربعين سنتيم على مية اي على متر نحتاجو نحتاجو زج قطع العرض التحهم ستة سنتيم والطول خمسين سنتيم لليبدين نجو هنا نبدأ من الخدمة نجو هنا يا لهادو كل قطعاتين تاعة ستة سنتيم عرض على خمسين طول نجو نطو طوية ونزيدو نطو طوية صغيرة فوقها اك ونخيطوها نطو طوية نقوم نمر عليها بالخياطة حتى الاسفل في الزوج نخدموهم بنفس الطريقة نقوم هنا نطبطوها لما كانت الخياطة ونخيطوها هنا هنا خيطناهم بعد ما كملتهم في الزوج نجو نتبطوهم من جهة العرض من جهة ربعين سنتيم تبطوهم من جهة العرض نطبطوهم من جهة الاربعين سنتيم ونطبطوها نطبط المطوية صغيرة عند اليد نجو الخيطة التي نمتقونا ونخيطوها نخيطو الجهتين في زوج نجو نحسبو 12 سنتيم 12 سنتيم ونهودو بحوالي 8 سنتيم نطبطو طرف اليدة تعنا نحسبو 12 سنتيم ونهودو بحوالي 8 سنتيم ونعينو ونثبتو طرف اليد نطبطوها طريقة صغيرة نحن نخيطوها تماما كذلك الجهة التانية نبلاسو فيها بنفس الطريقة اليد التانية هنا ما نمخيطنوها لو القطعة لها مفتوحة بنفس الطريقة نتبطوهم ونمر عليهم مكينة الخياطة هنا بعد ما خيطتهم في الزوج نجو نلسقو الفرميتور الفرميتور يكون القوماش الوجه التاعه يشوف لنا والوجه التاع الفرميتور يكون يشوف القوماش يعني الوجه للوجه بها الطريقة نخيطوه من جهة الـ 40 سنتيم نبلاسو الفرميتور نبلاسو الفرميتور نبلاسو الفرميتور هنا بعد ما خيطتها نجو نديرو ثانية صغيرة نجو نديرو ثانية صغيرة نطلعو داك القوماش حوالي نصف سنتيم نوصلو حتى لعند السنسلة نغطوها داك الحشية نغطوها 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 ونفوتو عليها كامل بالخياطة نحصلوا لهذا الشكل نعبدو بالنسبة للجهة الثانية نديرو نفس الطريقة نبلاسو الوجه يشوف للوجه نبلاسو الوجه نبلاسو الوجه نتنو القوماش عليها باش نغطو هاديك هادك الزائد نغطو نتنو القوماش ونخيطوها على عرض كامل على الطول تاح نجو هنا نخيطو الجوانب قبل ما نخيطوهم نفتحو شوية الفرميتور باش نجمو نقلبو الصاكت نحن نقلبو الصاكتو حوالي نصف سنتين في الجوانب ونخيطهم الجهتين للتنين هنا بعد ما خيطنا الجهتين في اتنين نروحو الليكوة نديرو واحد المثلة الصغير باش نشكلو القاعدة تاع المثلة الصغير باش نشكلو القاعدة تاع الساك هاني هنا بعد ما خيطته تقلبو الصاكت انا ن الشكل النهائي بعد ما كملناه نعمل يدين سهل جدا ماهوش صعب هنا الطول والعرض تم تتحكموا فيه اللي بغى تديد تعرضه شوية تعرضه يعني مشروع ناجح ومربيح وما يكلفش هنا المتر يدير 15 ألف للمتر هنا راح نوريكم في ورقة اللي تبغي تدير مشروع هنا نشروه متر هو يجي فيه متر وستين هو يجي فيه متر وستين احنا راح نشروه متر المتر نتنوه على اثنين يعني يعطيناه خمسين سنتيم خمسين سنتيم هذا طول الساك اللي درناه العرض يلا بغيتو تديروه كمشروع ديروه ربعين سنتيم المتر يخرج لنا ربعة تعليه ساك هنا الساك العرض التاعه ربعين سنتيم يشكل لنا ربعة وتشروه ربع متر ولا نصف متر تديرو منه اليدين فقط تديرو منه اليدين فقط هكا بش تربحوا المتر ما تخسروه المتر يخرج لكم ربعة تعليه ساك وتزيدو تشروه نصف متر تخدموا به اليدين فقط يعني خمس تحشن متر ولي فيغو ميت يوغ الفين يعني حتخرجوا فيها تبيعو خمس تحشن الف للساك ناتش حين ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تعليم ما تنسيفش الاشتراك وتفعيل جارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة